بشحطة قلم وبغطاء من المنظومة السياسية دخلت القرارات المؤجلة إلى ما بعد الانتخابات النيابية حيزت تنفيذ فكانت طوابير البنزين والقبز عنوان مرحلة بدء رفع الدعم تدريجيا وبشكل نهائي وبالفعل رفعت دعم عن الطحين المخصص لإنتاج الخبز المرؤو نحن كأصحاب محلات صاجر مرؤو اللي هو يعتبر من الحرف الأساسية لقبل الخبز العربي اللي كان بلبنان موجود نحن اليوم اتأثرنا بقرار معالي الوزير الاقتصاد كتير مش شوي أول شغلة بالنسبة انه قرر انه يرفع الدعم عن كل شي بيتعلق بالمنقوشة والخبز المرؤو والبقية القصص هيدا وبخلى الدعم هو بس للأفران الكبيرة اللي هي مصنفة كأفران خبز عربي بالوقت اللي هو هيدا هالفران عم يشتغل بالخبز العربي عم يعمل الكروة الصون عم يعمل الخبز الفرانجي الهامبرغر الكعك من الطحين المدعوم يحاول أصحاب محلات خبز المرؤو والصاج مراجعة وزير الاقتصاد لاسيما بعد دخول الطحين بزار سوق السوداء وارتفاع أسعار الغاز مما أدى إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز ربطة الخبز كانت قبل ما هاي الأزمة هاي دي كان حقا ألف ليرة ربطة الخبز المرؤو ألف ليرة اليوم ربطة الخبز كلفتها فوق 12 ألف ليرة طب قداش اليوم بدك تسلمها أنت للمحال للسوبر ماركيت ليقدر هو يبيعها كمان للمواطن نحنا كتجمع للمحلات الصاج خبز المرؤو الذي نحن نسمينه تجمع خبز المرؤو الحرفي بلبنان نحنا عم نحاول نشكل وفد لننزل نقابل معالي الوزير أو مستشار معالي الوزير لنشوف بلكي بيقري لإلنا حل لا أصحاب هالمهنة هاي دي لحتى لنقدر نحن نضل مستمرين والمواطن يقدر يكفي وقت الأفران الخبز العربي توقفت صار الخبزة بالسوق السوداء بهيدا الوقت نحنا رغم الإمكانيات المحدودة كتير 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 نحنا كنا عم نلب السوق بالخبز المرؤو والفضل شوي بعود يعني لأنه قدرنا نحنا مكفيين في عنا بعض التجار اللي هني تجار الطحين موجودين بمنطقة النبطية كانوا عم بيلبونا بشكل دائم بس بكميات كتير كتير قليلة بس لا نقدر نستمر وسوق سوداء قد ما بدك فيه تحين سوق سوداء هلأ إذا أنا بدي عشرة طون قرريني وصلولي عشرة طون لعندي بس سوق سوداء يعني الكيز حقه بالستمائة ألف سبعمائة ألف سياسة رفع الدعم عن لقمة الفقراء وضعت على الطاولة ضاربين بعرض الحائط الأمن الغذائي رغم خطورة المس به فهل ستمر خطة رفع الدعم بهدوء دون صراخ أم سنكون أمام ثورة رغيف الفقراء